السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام ونسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام ونسألك يا إلهنا بنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونسألك اللهم بهذه البركات أن تفتح لنا أبواب التيسير وأبواب الخيرات وأبواب المغفرة يا بارئ البريات يا غافر الخطايا ويا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات اللهم يا رب نسألك أن تغفر لنا جميعا ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا اللهم يا غافر الزلات اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انزع من قلوبنا حض الشيطان انزع من قلوبنا الأحقاد والأحزان واملأ قلوبنا تسامحا وأفرح اللهم يا رب نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت بي أعطيت نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأقاربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوب الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اغفر لنا يا ربنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا ربي إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنك أنت الغفار الرحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا رب إن كان يومك بألف سنة فأيامنا قصيرة وأيامنا معدودة في هذه الدنيا فاستجب دعواتنا يا رب العالمين واجعل لنا فرجا ومخرجا يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات يا من أجاب نوحا حيننا ذا ويا من كشف الضر عن أيوب في بلوه يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظ ثموس في اليم والتابوت يا من طمأنت أمه وجبرت خاطرها يا رحيم يا رؤوف يا دلعزة والجبروت اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفتح لنا أبواب التيسير اللهم افتح لنا أبواب التيسير وأغلق عنا أبواب التعسير اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم كلنا معينة يا رحمن يا رحيم ألطف بنا فيما جارت به المقادر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم ألطف بنا يا رحمن يا رحيم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي لا فرج إلا فرجك لا لطف إلا لطفك ارفع عنا المحن والبلية وادفعها بيدك القوية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة صل وسلم على نبيك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهدات سيد الأولين والآخرين اللهم يا ربي كريم صل عليه صلاة تحل بها عقدنا وتفرح تفرج بها قربنا وتفرح بها قلوبنا اللهم يا رب العالمين صل على هذا النبي الأمين صل عليه صلاة تزيل بها عنا الهموم والغموم والأحزان والمخاوف والأوهام صل عليه يا ربنا صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والألم اللهم صل عليه صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم صل على هذا النبي المختار فضلا منك وإكراما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عنا أجمعين اللهم فرج عنا أجمعين اللهم فرج عنا وعلى عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس ونسألك اللهم رضاك والجنة يا من هو على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهذا وأعطى كل شيء خلقه ثم هذا يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من أسعد وأشقى يا من أوجد وأبلع اللهم ارحم موتانا موت المسلمين وارحم يا رب شهداء هذا الزلزال وشهداء الفيضانات في ليبيا وفي كل مكان اللهم ارحم عبادك المؤمنين وارحمنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم لا تواخذنا بسوء فعلنا ولا تهلكنا بخطايانا فإنك تعلم سرنا وعلانيتنا اللهم اقبل معذرتنا اللهم اقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا ربنا فأعطنا سؤلنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية يا رب يا كريم اكشف عنا وعن المسلمين أجمعين كل شدة وكل ضيق وكل كرب اللهم نسألك فرجا قريبا اللهم نسألك فرجا قريبا فرج عنا وعن كل عبادك المؤمنين وأخرجنا من كل كرب وحزن اللهم احفظنا من الوباء واحفظنا من الزلازل واحفظنا من الفياضانات واحفظنا يا رب من الإعصارات واحفظنا من البراكين واحفظنا من الحرائق واحفظنا من الكوارث الطبيعية واحفظنا من كل جائحة اللهم احفظنا من عظيم البلاء احفظنا في النفس والأهل والمال والولدي والوطني احفظنا أجمعين يا رب العالمين واكتبنا مع من سبقت لهم منك الحزن الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله أيها الأحباب الكرام لنكتر من كلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة الكلمة العظيمة الكلمة التي تدخل الفرح والسرور إلى القلوب كلمة لا إله إلا الله حينما تشتد الأزمات وحينما تكتر الصعوبات على القلب قلب المؤمن ولسانه أن يصدح بكلمة لا إله إلا الله وسوف ترون العجب ترون العجب العجاب قل لا إله إلا الله وتغنى بها وفرح بها وسعد بها سترى الرحمات الإلهية والبركات الربانية والإشراقات النورانية تحيط بك وبأولادك وأسرتك وببلادك ووطنك وكل الأجواء التي أنت فيها فرددوا معنا جميعا كلمة لا إله إلا الله كان المغاربة كل ما اشتد بهم إما جفاف وإما جراد وإما أوبئة وإما حروب وإما مآسي يجتمعون ويرددون كلمة لا إله إلا الله فربنا يؤمنهم أمانا كاملا ومن كان منهم مريضا يعاني من أمراض نفسية فليقل لا إله إلا الله وليسعد ربه قلبه اللهم أسعدنا بلا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله